أقل من 48 ساعة تفصيلنا على افتتاح الصالون الدولي للكتاب سيلة في طبعته الخامسة والعشرين تحضيرات قائمة على قدم وساق من شأنها توفير الظروف اللائمة لإنجاح هذه التظاهرة لا يبقى بزافة افتتاح الصالون الدولي للكتاب بالجزائف طبعا الخامسة والعشرين لا يبقى بزافة وقال المشاركين يضعوا الكتب ويستقموا الأجنحات لكي يستقبلوا الجمهور الجزائري والقراء الجزائريين نشيرون أبدوا تفاؤلهم لاستدراك الفجوانة أحدثتها الجائحة خاصة على سعيد المبيعات أمر يشير إلى تطورات داخلية فيما يخص مصدر المشاركة الدولية كل نشيرين المعرض وكانت طرح عليهم السؤال يقول للك بللي اليوم أعيد يعني مدام في السنين غياب اليوم أرجع للمعرض فعالية الصالون سيشارك فيها 1250 دار نشر من 36 بلدا مع اختيار إيطاليا دولة شرف بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الثقافية أين تم برمجة لقاءات عديدة منها محاضرات معارض وورشة متعلقة بالثقافة التاريخ والأدب الطبعة الخامسة والعشرون جاءت تحت شعار الكتاب جسر الذاكرة فعالية ستدوم على مدار تسعة أيام